اهلا بحضراتكم من جديد جيرالدو الانجولي البرازيل الاصل 27 سنة لعب اشول بيلعب في كل مراكز الخط الامامي صنع لعب هاف رايت وهاف ليفت عنده قدرات هجومية جيدة جدا لعب مميز ارتدى الفانيلا الحامرة بعد رحلة كانت متخبية على الناس وفجأة انت استأذنت وسفرت نبدأ منين نبدأ من اختياره اختياره جيت ازاي بقى كنا من التفاوض وانا كنت متصور الحقيقة من ضمن الاسماء المرشحة كان في صفقة من الدور المحلي افريقية وتصورت انها حتوبة هي الاولوية فما جينا ننقشها فجأت اني لا ميشيل اولوية الاولوية للاعب انجولا جيرال فبدأنا ان احنا نركز ويعني ما تمديناش في الصفقة المحلية لكن اللي كان العقبة استاذ ابراهيم حتى من قبل مسافر من القاهرة دي كانت المشكلة وخفت انها تؤثر على مصار انتقال اللاعب الى النادي الاهلي تدخل اكتر من وكيل في الموضوع كل واحد يقولك انا عندي منديت انا عندي منديت وعايز ااخدك لوحدك وعايز انتزع منك ورق من النادي الاهلي انه هو اللي بيمثل اللاعب تترتب عليه حقوق ليه وطبعا انا بقيت في حيرة احسن من الموضوع وانا في القاهرة هنا ولا وانا على الطيارة يقولهم خلاص اللي يعرف يقابلني في انجولا واللاعب يقولي هو دا الوكيل بتاعه هو دا اللي هتعمل معاه وفي كل الاحوال جبتالهم على بلاطة الوكيل اللي بيكلمني دا بيمثل اللاعب ولا يمثلني يعني محدش مالوش حق عندي متجيش تقولي انا قلتلك على اللاعب اللاعب محدش قلن عليه مهش في المجهول دا لعيب لعب معنا قدامنا وشفناه فطبعا قررت ان انا ألجأ للحل التاني وفعلا وانا قبل ما تواجه المطار حصل اتصال من احد الوكيلاء استغربت جدا حتى للحوار يا سيد عدلي انت هو من يعني يعني من شمال افريقيا من شمال افريقيا انت مسافر تجيب جرالدو كنت معتنا بقى جواب انتظرونا لنادي اول اغسطس قلت له حضرتك يعني انا مندهش جدا انت بتسألني ليه هل عشان ما قلتليش قلت له طب اقول له حضرتك ليه باعتبارك ايه قال لي باعتبار ان انا وكيل اللعب وقلت له اهل وسهل قابلني هناك قال لي على فكرة الرئيس النادي مش هيقابلك لانه هو بعث لي جواب وانا بعثت له جواب وقال لي مش هيقابل خلي الاول يقول العرض بتاعه عن طريقك وبعدين قلت له لا مش كلام من ده انا مسافر ابعت جواب لي وانا مسافر يعني انا راح قابل واحد ابعت له جواب من فضلك انا معديش مشكلة على رأسي معيني والرأس تفضل حضرتك انت بتمثل اللاعب قابلني هناك قلت له وانت في اللحظة اللي بتقول لي انا بمثل اللاعب في واحد في النادي اللي قال النهاردة مصري بيقول انا بمثل اللاعب وامعايا من ديت منه قلت له انا لا يعنيني هذا الامر اللي بمثل اللاعب هو اللي حيكتب في العقد اللاعب هو اللي حيقول مين اللي بيمثني وخد تعرفت بقى انه هو له وكيل انجولي زي اللي هو مكتشفوا او حاجة زي كده فقلت من المنطقي انه لما اروح هناك مش هقابل غير الانجولي ده بودا اللي حصل فروحت اول يوم اول يوم كان فيها اللقطة دي مش كده انا مش شايف يعني فيه اول لقطة ايه انا مش شايف فطبعا اه لا ده اخر يوم ده اخر يوم هو جاب لك من ورا اللي في النص رئيس النادي اه واللي علي ميني ده مستر باولو ام نائب رئيس النادي ام واللي علي شمال اللاعب اه ده اول واحد في الصورة ده مين اه ده وكيل اللاعب وكيل اللاعب ده الوكيل المحل اه جالي جيل بيرتو قابلني في المطار وبعدين روحنا جاب لي اللاعب وجاب لي الوكيل بتاعه اتكلمنا في كل حاجة وطلباته ومش طلباته وابتدى يتكلم في طلباته المهم يعني وبقيت أنا على اتصال بالكابتن سايد وكابتن الخطيب عن طريق كابتن سايد وتوصلنا للاتفاق الخاص باللاعب هو كان عايز ثلاث سنين ونص يعني الحمد لله انه قابل في الآخر طب أربع سنين ونص وبعدين طيب ماتي عايزة طلع أنا بروح بقى معايا العقود مختومة وكل ما بستناش نكتب حاجة أناك مين هيكتب لك وعمل لك فقلت له عزين نمضي قال لي لا أنا يعني معلش عشان رئيس النادي ده صديقي وانا حقيقي ان هو مش هيغير من الأمر شيء غير ان احنا ينخده في يناير ينخده في الصيف فقلت له احنا عايزينه في فطرة يناير مؤكد فما تنضي معايا قال لي لا أنا خلاص اتفقت معاك وديتك كلمة اللي هو الوكيل بتاعه الأبو أميس نبيتي ده فطيب ماشي تاني يوم لحد الظهر ما بطلب من ناس ما بطلب الرئيس النادي كان في البرازيل ورجع يوميها بالليل فما عرفتش قبل يوميها الساعة تلاتة جلبرتو كلمني قال لي ميستر باولو نا برئيس النادي حاجيب وجيلك عشان تقطقوا في الفنط جلبرتو شغال في نفس النادي ولا نادي تاني المهم إن جالي ميستر باولو اللي هو كان لابس الأمي لا مش في دول ده ده الوكيل يدوي برضو في القوضة عندي في جلبرتو والوكيل واللاعب بعد ما توصلنا إلى الاتفاق اللي يخص اللاعب فجالي ميستر باولو ناقب رئيس النادي وابتدينا الحوار عايزين مليون دولار مليون دولار قلت له لا أنا ما هدفعش مليون دولار في الفترة دي وابتدينا نطفقه وصلوا بالمكالمات وابتعوا سبعمائة ألف دولار سبعمائة ألف دولار وروحنا بعد كده قابلنا رئيس النادي هناك وإحنا قاعدين عرفت حاجتين أولا توصلت أن السبع ما بقى ستة مائة قدرت توصلهم لستة مائة أه مع رئيس النادي قلت له مش هندفع أكتر من كده وده يعني وفهمت سر أن ليه مستنين لازم تاني يوم لما قابل رئيس النادي اللاعب هو في أكاديمية بتاعة نوربيرتو الأكاديمية بتاعته فهو له نسب مع النادي وعاجت طمنح واخناء بعد ما اتفقت حتى مع رئيس النادي قلت خلصت طب من فضلك امضي وديوت العود برضو أنا راح بعقد السلاسي وراح بعقد اللاعب وراح باستمرات الاتحاد العقد السلاسي أرى رئيس النادي وقرى نقب رئيس النادي وخلاص اتفقنا طب امضي لا لما يجي وكيل هو مبارح يقول لما يبقى رئيس النادي موجود هو ده ابو فنيلا مقلمة ده هو رئيس النادي وهو جنرال جنرال النادي عسكري اه او الغسطس نادي عسكري نادي عسكري ورئيسه لازم يبقى جنرال جيش اه وراجل لطيف جدا بس يعني مش حد صارم عسكري صارم اه جون بقى ايه عمالين يرطنوا واتكلموا يا ابراهيم بلغاتهم وابتدى الصوت بيسخن بينهم اه شركة يا دي المشاكل لأ هو تقالوه نسبة يبدو انه بيفصلوا فيها الرئيس النادي بيقول له لأ ده كتير اه انا لما خدته ما كانش حد يعرفه حاجات زى كده اه فقعدين ببسطت في الكلام بيبصوا لي قلت لأ ده حيش شغلوا علي انا رحت اقام واقف واليوم نو في وسط الكلام كده فاوصوا لي نو نو ايه وانت فاهم ايه اه اه قلت لهم اي حاجة متصورين يعني ان انا ممكن حتحلوه على حسابنا نو نادي القالي نو 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 لكل اللي انت قلتوه اه اه قلت لهم يعني انتو بتبصولي لي انا خلاص التفاوض مع كل واحد لوحده ووصلنا خلاص للاتفاق فيما بامكو دي حاجة تاني اه اه ازا النو دي هي اللي حلت الموضوع ضحكوا اه وراح الراجل مسك القلم وابتدى يمضي فجأت حاجة غريبة جدا اه يعني وانت رميت نو كده مش عارف بس توقعت انا انا توقعت النو انه بيش تغلوك اه انه بيش تغلوك اه ما تقوله يرفع شوية ولا يعمل اه يعني اه ده اللي حصل يعني اه كان قدامي حل من اتنين يعني انا اسافر بقى تاني يوم انا بقى بيقولولي ايه طب استنى بقرة حنديكي القرار قلتولهم انو خلصناش النهاردة يبقى معنى كده انو مفيش ديل اه يقولولي ليه قلتولهم لان ايه اللي ممكن يحصل بقرة جديد غير غير كل الاطراط موجودة هنا بالضبط ايه المنتظر ايه المنتظر ايه انا عايز ايسافر بقرة اه الاول قلولي لوكيل ساكن بعيد استنينا يجي ساعتين ولا تلاتة لما جيه وبعدين ده بقرة اه والحاجات دي بتخدني ما انا يعني فقلت له مسافر اما خلصنا بقى دربت في دماغي حاجة تانية اه خلاص معاي العقود معاي الاستمارات معاي زي ما بقولوا ايه اخلاق الطرف معاي كل الورق معاي الله طم انا خلاصوا بكرة بالصفارة وينزل معاك اه صحيح خلينا اروح مسلوا بعدين اعملوا الاجراءات تاخد لا اسبوع ولا فقلت لهم طب خلوه قابلني يعني في الصفارة بكرة انت مش مسافر قلت لهم لا انا هجيب له التأشير اقول ليه يعني انت دلوقتي خلاص ما بيتش مسافر بكرة اه قلت لهم لا احنا كده خلصنا مسافر براحتي بقى ملكوش داع لا اسافر رقتي مسافر بقى فطبعا الجميل في امر الصفارة وده اللي كنت عايز احكيه لك بادري ام اولا روحت لقيت السفير اه كان عنده عازم في بيته اه السفراء الاجانب اللي موجودين في انجول في الوانده اه في الوانده اه فاعتذر لي قال لي والله انا عندي الظرف كده اه والاستاذ ابو بكر الاشرف اللي هو القنصل ده الشاب اللطيف كده وقابلني بيترحاب شديد جدا وبعدين قال لي شوف بقى سعدت يا سفير اعتذرلك وكل حاجة اه 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 بعدين عمل حزبة كده بطلع وبعد فلوس فها لقيته وجاله تليفون قاله دي كومبليمنت من السفراء اه السفير بيقول لا ما تاخدش من النادي الاهلي حاجة اه خلاص دي هديتنا في انتقال هذا اللعب للنادي الاهلي الاستضافة التأشيرة لعي الرسوم اه رسوم التأشيرة سوري له وللوكيل بتاعه اه الاجمل انا جيت ماشي فراح ناجر وراه دي بسرعة الاستاذ ابو وكر اه وقال لي بقولك ايه وراك حاجة قلت له ليه قال لي وعد شوية تاخد التأشيرة في ايدك كويس انا اه يوميها اجلت يعني حجست السفر ان انا اكون في المطار يعني الساعة ستة بالليل اه فلاقيت فضل اربع ساعات على الطيرا قلت له بس اه انا كمان ساعة لازم اكون في المطار اه نص ساعة كانوا مسالمين التأشيرة اه كلمت الكابتن السايد بعضه التذكرة جه الراجل سامقوله في اعقابي يعني انا سافرت النهار ده وسافر تاني يوم تاني يوم وفي التمرين وعمل الكشف الطبي ومنتظرين بقى بقى بقية الاجراءات طيب في سؤال لانه الناس كتير اتكلمت فيه ليه الاهلي دخل يشتري دلوقتي لما كان ممكن يستنى لنهاية العقد ويخلص نهاية السنة وما يطفعش الفلوس ديه لسبب مهم جدا اه وانت مين قالك ان انا مش هديله عرض احسا من اللي انت مدهوله اه اه ده العيب مهم جدا عندنا اه فانت اه 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 بس انا بالنسبة لي كمان اذا ما حققتش المزايا اللي انا عايزها لا انا هجددله اه وبعدين اللي تقدر تخلصه النهاردة مستنهوش لبكرة اه وكنا بنعملها مع النادي اسماعيل كتير اه يعرض الله صعيد قبلها بستو شهر خدناه من اه باستغنى اه لانك ما تضمنش تنتظر حاجات كتير طالما انك تقدر تخلص اه وطالما ان اه اه في اسباب منطقية وطالما ان توصل الى ديل يعني اه معقول اه فخلص اه يعني هو معك وبعدين اه ممكن تحتاجه جدا في الدور المحلي اه طبعا يعني انت 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 مش مش حياتك ال الافريقية فقط ايوه هي اهم البطولة بتلعبها بس اهم منها اللي بيخليك تتأهل البطولة الافريقية الدوري اه فانت عايز برضو انك انت خلاص تطمن ان كيانك و و و و ملامح اه فريقك تكون قدامك بعدين ما معاكش في افريقيا السنة دي معاك ان شاء الله السنة الجاي يعني اه عشان كده ما دي بقى احد الاسباب ان انا قلت له لازم اربعة سنة ونص اه اربعة ونص اه لا ولا جيه هنا هو بس حدا في كلمتين جدا النهاردة عشان يبوق الليلة لانه مش فيها اه حاجة اسمها حاجة بن صالح هشام ما عرفش اه حاجة بن صالح اه اه قالك الاهل اشتراها بعد ما كان المفروض يستنى ولو كان استنى كان خده ببلاش وليه الاهل دفع ستمائة الف دولار قالك دفع مليون دولار اه دفع مليون دولار وكنت تقدر اجبهوله ستمائة طيب ولو ما دفعش مليون اصلا دفع ستمائة اه فقط ستمائة الف دولار ستمائة اه ستمائة الف دولار اه انما الفكرة كلها اه ده هو ده دليل ان ما كانوش دور ايو يعني الكلام اللي طلعه النهاردة دي الحرقة بقى ايوه طيب قال ان كان فيه كلام مسبق من بدري مع النادي الاهلي النقطة المهمة اه مفيش وكا اللي حتاكوت حاجة من نادي الاهلي فهذا الامر ايو وهو برضو لو قلتلي لي ازاي ؟ دي انا بعتلك السيب اقولى ان انت بتقولي علعيب انا عارفه شايفه ومه وبتقولي ان عندك من ذات منو ان قلتب انت بتمثله ازاي انت تبقى محامي بتاعه وبتاعك ما ينفاعش صحيح ده حتى الفيفا بتدا تتنبى لده اه こب기도 لاحاجة مفاق بفاق لامر المبه يعني ان ما ياخد من كل احد عشرة في المية كما هم بيطلبوا يعني يعني اللاعب في ما يزيد 60 و مثلung تلاتين في المية لتدخل واحد في النص مالوش دور اتكلمت معه اللعب جيرالدو لأ ما أنا قبل ما اروح يا كابت السيد اعرف لي مين وكيل الراجل ده فقال لي جيلبيرتو سأله وقال له لا ده أنا الوكيل بتاعي انجولي وما حدش تاني قلت له عشان حيكتب ده كده هو في في الاتفاق يعني جيلبيرتو انت من اول ما روحت او من هنا وفي اتصال مع جيلبيرتو لا جيلبيرتو هو عشانه بيكلم انجليزي وبيشاور بالعربي ايوه وبيكلم انجولي ضروري يعني صحيح وحابب طبعا الاهل وحابب يساعد حابب الاهل وحابب يساعد حابب يبقى مرتبط لا جيلبيرتو لما جاب لك الجيرالدو في القوضة لا ده ده خلاص بيمضي العقد بقى ده كان في مكتب رئيس النادي اه ده فيه صورة اليوم هما الاتنين مع بعض ده في الاول صورة الي هي احنا الاربعة اه انا وهو والوكيل واللعب اه ده رئيس النادي ده رئيس النادي اه برضو ده في مكتب رئيس النادي اه يعني اعتقد وده الوكيل ده في القوضة اه ده جيلبيرتو بقى وجيرالدو جيلبيرتو جيرالدو نوربيرتو اسمه الراجل اه وهو عنده اكاديمية للاكتشاف المواهب في اه اه انجولا وده خريج اه 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 هو احتضنه من يوم ما رجع من البرازيل لانه له اه 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 جزور برازيلية هو فيه شابه كبير او من اه جيلبيرتو يعني في الصورة هنا بس لا 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 ما تقابلهم لا مش شابه بعضا مش شابه اه جيلبيرتو بقى حدثني بقى عن دوره في الموضوع انه موجود معي ابو الصمراء انه رجب يترجف كل قلمة вал über اللي مش عارف أوصله بيجيبهولي لأ كان مفيد جدا جدا يعني استعبالك من أول مرحب أتسنني في المطار وأتصني لحد المطار هو اللاعب كمان يعني للدرجة أنه كان متفق مع قناة تلفزيونية عملت معانا انترفيو على باب المطار في برنامج تلفزيوني هناك معاك عن ضم جيرالد أه معايا ومع انجل بيرت ومع اللاعب بعدية يعني عملوا تسجيلات حاولت أن أنا يعني بعتولي اللينك عشان نشوف قالوا إيه يعني في التلفزيوني الأنجولي ما جات ليش يعني اللاعب كلمتوا على الأهلي عندهم طبعات عارف الأهلي جدا وجل بيرت وفلافيو عاملين حالة للنادي الأهلي في أنجولا هايلا لمستها نعم ها طبعا طبعا الناس تقدر النادي الأهلي تقدير عظيم جدا من خلال كلام وهو الحقيقة يعني وده اللي طبعني قبل الصفر شوية إن لما جات سيرة إن في أندية بتفاوض ومشهد جل بيرتو وفلافيو ها جل بيرتو قال له مسمعه هو عارف عارف إيه يعني في النادي الأهلي وعايز يلعب في النادي الأهلي ده جل بيرتو ها جل بيرتو أما أتكلم معاه قال له هو عارف النادي الأهلي وعايز يلعب في النادي الأهلي وحتى أنا الكلمة بتاعتي يعني في التلفزيون بيقولوا لي شمعنا يعني اللاعب ده من أنجولا إيه للا تقولوا بالضفى إلى الجود كوالي تي بتاعته وإحنا متابعينه كويس لكن إحنا لنا يعني اتنين صفرة أنجوليين elaboratri مصوريين بيحبوهم distribution درجة ان بيعتبرون مصيرين زيهم واعتقد ان هما بيبدلوا مصر لنفس الحب من كتر الاجتهاد والاخلاص والانضباط والتواضع والخلق فاذا هو هيبقى زيهم هيبقى نجاحه مؤكد يعني باذن الله جيلبرتو قالك جيرالدو بيلعب في انه مركز تحديدا يعني المفضل عنه هو قالي يعني بيلعب يعني من تحت الفراودة كده يعني اللي هو بيشادو سترايكر بيسموه دلوقتي شبابنا الحلو بتاع الفيسبوك ده اخونا جيرالدو بعد ما وصل في تمرين النهاردة وبتدوا هجسوا عليها بدأ داخلوا بقى في الهزار معه ايوه هو لطيف عنده ابتسامة وواضح انه هو يعني بيحب يعيش كويس يعني يعني ركب عربية انجليزي اه فور باي فور حاجة جامدة قوي بتاعه يعني تحيس انه هو يعني ود نزيه يعني اه اه لا هو واضح انه كان محطة انظار لانه الناس كتيرة كانت مهتمة به الفترة اللي فات نتمنى له بقى التوفيق يعني وده اللي يهمنا انه هيعمل اي معانا اهو بدأوا بقى اللعيبة واحدة التانية ما بيقولك يبدأوا يترجمونه ولسه ما استلموش ساعة يعني طيب المشوار ده كله يفكرك بحد يعني الرحلة دي لا هي هي المفروض انه تفكرني بفلافيو اه فلافيو لا لا فلافيو كانت اسرع اسرع اه ما كانش فيها وكلر ما كانش فيها يعني مني للنادي فلافيو والنادي فخلصتها بالليل وصبح وكت ما شفتش فلافيو هناك لا لا ما شفتش فلافيو ما كانش عندي كمان وقت ان انا يعني انا ما خرجتش من باب القوضة غير على مكتب رئيس النادي وعد صفارة اه دي الجو هناك كويس مش كده الجو قدفى شوية من هنا اه نزلت اه دبي ترانزيت يوم او يوم ونص كمان اه وطولت الا لا مش يوم لا عدة ساعات يعني انت بيت اه اه ما هي بتبات بالليل وتتكب الصبح اه ما بدري اه ده اول تدريب امبارح لجيرالدو في النادي امبارح اه وجودك في دبي وكاس العلم في الصخب بتاعها كاس العلم للاندية حسيتها هناك؟ اه في المطار ما حسيتش حاجة اه لان انت انزلت مطار دبي انت بتنزل بقى وبيكون وقت عالفاجر اه يحدي ايه ما بيكونش في اللحظة الحدث والصخب ونس رايحة كتيرة ونس جاية انما اه حسيتها وانا انا فكرت ان انا مدم نازلت ترانزيت مخش اه حاولت كده فهمت ان صعب جدا قابل اي حد في الوقت ده تخش على فين؟ يعني اتفرج على البطولة على البطولة بس؟ حسيتها حسيتها